تواصل أخباره الآن كشف وثائق عن أساليب داعش في التأثير في عقول الأطفال والشباب بمعقله في الموصل من خلال المناهج التعليمية هذه المرة تكشف وثائق للتنظيم عن استغلاله القطاع التربوي في التعريف بقادته وبالمعارك التي خاضوها وبضم أكبر عدد من المقاتلين إلى صفوفه هذه الوثائق نتعرف عليها في تقرير الزميل حسام الأحبابي في الجزء الثاني من الوثائق التي كشفتها أخبار الآن عن مناهج داعش التعليمية في مدارس الموصل نتعرف على الأساليب التي تعامل معها هذا التنظيم مع طلبة المدينة لا سيما الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني أعوام واثني عشر عاما داعش بهذه الإجراءات كان يحاول تجنيد أكبر عدد من فئة يسميها الفتية بهدف الاستفادة منها في وحدات قتالية شكلها قبل أكثر من عام وأطلق عليها اسم أشبال الخلافة ومن أجل أن يتمكن داعش من ضم أكبر عدد من من يسميهم الفتية حاول التنظيم التأثير على عقول الأطفال من خلال إجبارهم في درس القراءة والاستيعاب على حفظ سير قتالية لأبرز مقاتليه الأجانب والمحليين سيرة الحياة الأولى التي نشرها داعش هي عن القيادي أسابق لديه المكنة عبد الرحيم الأسترالي والملقب أيضا بأبو عبد الله الأسترالي فهو يوضح في سيرة حياته عن كيفية مقتله خلال عملية انتحارية بتفجير سيارته المفخخة على تجمع عسكري لم يذكر مكانه كما سعى داعش إلى التعريف بقيادي آخر تابع له في كتاب القراءة والاستيعاب إذ خصص صفحتين لقيادين يدعى عدنان إسماعيل نجم الملقب بأبو عبد الرحمن البيلاوي مشيرا إلى أن بدايته كانت بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي أثناء لقائهما في السجن وبعد أطلاق سراحه عمل مشرفا عاما على تخطيط معارك داعش وكان من بين الذين خططوا لاحتلال الموصل وصلاح الدين لكنه قتل قبل معركة الموصل بيومين خلال مداهمة منزله في هذه المدينة داعش لم يكتفي بتغيير المناهج الدراسية بل سعى أيضا إلى ضم أكبر عدد من الطلبة إلى صفوفه في محاولة لتوسيع كتائبه ومن بينها ما تسمى بأشبال الخلافة إذ قام بتوزيع استمارات كسب في المدارس والمدن ومنها ناحية الشورى جنوب غربي الموصل ومن بين المعلومات التي طلبها داعش للانضمام إليه القدرة على حمل السلاح المعارك التي شارك فيها الفكر الذي يحمله وبمن تأثر فقهيا من قادة داعش بالإضافة إلى معلومات أخرى عن الحالة الصحية والاجتماعية وبموازات ذلك أشارت وثيقة إلى انضمام شخص يدعى أبو حسن الذي أكد أنه تم التسكيته من قبل قيادين بداعش اسمه أبو عبيدة عبد العزيز وأن القيادية الآخر بالتنظيم أبو صالح قبض بيعته لزعيم داعش أبو بكر البغدادي الوثيقة الأخيرة التي كشفتها أخبار الآن تظهر توجيه داعش بتركيز المراقبين التابعين له خلال فترة الامتحانات على الأسئلة الخاصة بما تسمى دولة الخلافة وأهمية إجابتها من قبل الطلبة وحملت هذه الوثيقة توقيع أمير ما يسمى بديوان التعليم في منطقة الحضر ضمن ولاية دجلة ويلقب أبو حاتم ترجمة نانسي قنقر